المسائية من الميادين وفي عنوين ملفاتها لهذه الليلة نتنياهو يعتدي على الخليل وسط انتشار عسكري إسرائيلي مكثف ويمكث في خيمة خلف ألواح مضادة للرصاص لإخفاء ما يشجع للأحياء العربية المشتفة استباحة نتنياهو لمدينة الخليل ومقدساتها هل هي سعي لتحقيق مكاسب سياسية أم محاولة لخلط الأوراق في المنطقة صمت غربي إزاء رد حزب الله يتعارض مع المعتاد فلأسقط الإسرائيليون القرار الأممي ألفاً وسبعمائة وواحداً بعضوانهم على الضاحية مساء الخير عضوان جديد لرئيس الغزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة والهدف الحرم الإبراهيمي بالتحليل المنطقي لا يمكن إخراج هذه الخطوة من سياق الخطط العدائية التي يتولى نتنياهو تنفيذها على مساحة المنطقة من الغارات على قواعد الحجد الشعبي في العراق إلى الهجمات على الأراضي السوية إلى الاعتداء على ضاحية بيروت الجنوبية وصولاً إلى غزة والقدس وفي نتائج عدائية نتنياهو مأزق إسرائيلي متشعب فقد أفضى تخطي الخطوط الحمر في لبنان إلى قواعد اشتباك جديدة وضعها حزب الله واستصمت غربي على غير العادة إذا أرد الحزب على العدوان الإسرائيلي وفي العراق اصطفاف خلف الحجد الشعبي في مواجهة الغارات الإسرائيلية فأي معادلات يسعى نتنياهو إلى تغييرها في المنطقة إذن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أنه جاء إلى مدينة الخليل من أجل إعلان الانتصار زيارة بمثابة عدوان إسرائيلي جديد ترافق مع جاءة أمنية وقمعية مشددة تقرير أحمد عبدالله بعد الاعتداءات الإسرائيلية على العراق والسوريا ثم لبنان مرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو عدوانه هذه المرة على الخليل عبر زيارة استفزازية أصبح معها يوم الرابع من أيلول سبتمبر يوما أسود في تاريخ فلسطين والحرم الإبراهيمي والمقدسات عموما جئنا إلى الخليل من أجل إعلان الانتصار لقد اعتقدوا أنهم سيقتلعوننا لكنهم أخطأوا خطأا مريرا عدنا إلى الخليل عدنا إلى الكنس والمدارس الدينية عدنا إلى الحرم الإبراهيمي هذا انتصارنا سعى نتنياهو عبر اقتحام الخليل إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية قبل الانتخابات الإسرائيلية اقتحام قد يحمل ما هو أبعد فيما لو وضع في إطار محاولة رد الحلف الأمريكي الإسرائيلي السعودي على انتصارات محور المقاومة مكثى نتنياهو خلال اقتحام الخليل في خيمة كبيرة بين ألواح مضادة للنيران لإخفاء ما يجري عن الأحياء العربية المشرفة بحسب ما ذكرته وسائل أعلام إسرائيلية لتأمين عملية الاقتحام هذه انتشرت القوات الإسرائيلية بشكل مكثف في محيط البلدة القديمة وشارع الشهداء وحي تلرميدا في محاولة لمنع التحركات الفلسطينية الاحتجاجية نحن كمواطنين فلسطينيين غاضبون من هذا الاقتحام من قبل نتنياهو لمدينة الخليل نحن نشعر بالاستفزاز من استخدامنا كمواطنين فلسطينيين من استخدام مدينتنا، من استخدام مسجدنا، من استخدام ممتلكاتنا كدعاية انتخابية سياسية من قبل نتنياهو فريق الميادين لم يسلم هو الآخر من الإجراءات القمعية بعدما طلب جنود الاحتلال من الفريق وقف التصوير في إجراء قمعي غير قانونية إجراءات لم تمنع تلامذة الفلسطينيين من تمزيق اللافتات التي علقها المستوطنون للترحيب بعدوان نتنياهو على الخليل والمسجد الإبراهيمي زيارة قالت الرئاسة الفلسطينية إنها تشكل تصعيدا خطيرا وتأتي في سياق استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الذي يهدف لجر المنطقة إلى حرب دينية لا يمكن لأحد تحمل نتائجها وعواقبها ما يشبه منع التجوال عاشته البلدة القديمة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي في ظل الإغلاق والتجديدات العسكرية التي فرضتها قوة الاحتلال إثر زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو للحرم الإبراهيمي مراسلتنا نسرين سلمي زارت الحرم الإبراهيمي والتقت المواطنين هناك وشرحت لنا الإجراءات أو إجراءات الاحتلال بحق المدينة التفاصيل مع نسرين هذه بوابة عسكرية إلكترونية أخرى على مدخل الحرم الإبراهيمي هذه البوابة مخصصة لدخول الفلسطينيين وسياح الأجانب الذين يريدون الوصول إلى الحرم الإبراهيمي طبعا طريق المساطنين هي طريق أخرى لا يدخلون من هذا الممار الذي هو داخل البلدة القديمة هذا الممار فقط مخصص للمصولين الفلسطينيين ويعمل على كمبيوتر إسرائيلي يرون عبر شاشات من يسمح له بالدخول يفتحون إذا كان الضوء أخضر فإنه مسموح الدخول إذا كان أحمر فلا يمكن الدخول الآن سنجرب نحن الدخول إلى داخل الحرم الإبراهيمي حاولنا الدخول إلى داخل المسجد الإبراهيمي والحرم الإبراهيمي للتصوير في داخله لكن قوات الاحتلال الموجودة في أكثر من بوابة وأكثر من حاجزة على مدخله منعونا من الدخول ومنعونا من التصوير وطلبوا منها التواجد هنا فقط في هذه الساحة نحكي معك لو سمحت كيف رأيكم بالإجراءات التي انفرضت اليوم بسبب زيارة نتانياهر للحرم؟ إجراءات مشدة قوية كثير كيف كانت الإجراءات اليوم بالحرم الإبراهيمي؟ هل قدرتوا تصلوا فيه؟ لا لا أقدرت أنا حاولت قدر الاستطلاع أن أأجي أصلي فيه لا أريده الأولي إذا كانت تخش على الحرم وبالصلي العصر بدأت تظل مخزون عابل لساعة سبعة كان فيه كثير جنود اليوم بالمضاء؟ الجنود خير الله مخابرات واستخبارات وأمن عام وشمار كفول وجيش نظامي كله كله من جميعه بيقوا عليكم الحركة والمرور؟ طبعا هنا كانت اليوم ممنوع التجول عنه اقتحاموا نتانياهر للحرم الإبراهيمي شريف انتهى والحياة بدأت تعود إلى طبيعتها هنا في مدينة الخليل وهي طبيعة تختلف عن طبيعة أي مدينة فلسطينية أو حتى أي مدينة في العالم بوابات وحواجز عسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي كل من يدخل إليه يخضع للتفتيش ويدخضع للمرور عبر هذه البوابات هذه طبيعة الحياة هذه الحياة التي يصر الفلسطينيون الذين يعيشون في مدينة الخليل أنها جزء من مقاومتهم وجزء من ثباتهم وصمودهم على أرضهم يصرون في كل ليلة أن يأتوا ليصلوا هنا في الحرم الإبراهيمي رغم هذه الإجراءات ورغم هذه البوابات وفي مسائية الليلة نستضيف من رمالة عضو اللجنة المركزية في حركة فتح الأستاذ عباس زكي مساء الخير أستاذ عباس ومن لندن رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية الأستاذ عبدالباري عطوان مساء الخير أستاذ عبدالباري سأبدأ الحوار معك أستاذ عباس يعني الخليل قدرها كقدر القدس وباقي المدن والبلدات الفلسطينية أن تواجه وأن تدافع عن جذورها وأيضا هويتها ومقدساتها ولكن برمزيتها تحديدا وأهميتها بإبعادها الدينية والوطنية كيف قرأتم المشهد اليوم وما الذي أراده نتنياهو أولا مساء الخير لأخي عبدالباري عطوان هذا الصوت الحر الفلسطيني ومساء الخير لكم لكل السامعين وكل المشاهدين هذه يعني لازم نعرف أن هذه الـ H2 أو منطقة الحرام هي منطقة عسكرية بالأساس حينما بدأت الإسرائيل تنسحب بعد عودة السلطة من كل المدن الفلسطينية استثنوا الخليل وقسموها إلى H1 و H2 وأنا يعني بذكر أنه في إحدى السنوات بلغ منع التجول في هذه المنطقة 187 يوم وكانوا يرسلوا سداد الآفاق وكل اللي عندهم جرائم من اليهود إلى الخليل لأن تقموا منها وخير شاهد على ذلك أنه في الـ 94 باروخ جولدستاين دكتور أقدم على إطلاق النار والناس تصلي صلاة الفجر في رمضان وكان الضحايا حوالي 39 شهيد إذن الجريمة على هذه المنطقة متواصلة والإسرائيلي بعتبرها منطقة عسكرية اليوم كانت كل القوة الإسرائيلية والتكنولوجيا الإسرائيلية موجودة لحماية القيادة الإسرائيلية المسكونة بالرعب اللي هو رؤوفين ريدلين اللي هو رئيس الدولة ورئيس الوزراء وأعضاء ذات معنى وقيمة في القرار الإسرائيلي كلهم 200 رؤب وخوف وفعلا أنا بدي أقول شيء هو أراد أن يكسب انتخابيا لكن هو وصل وسط دعوات تقول أعلن أن الخليل ضم الخليل ولكن هو شو قال قال إحنا مش غرباء هون ما حد يقدر تطلعنا وإحنا ما بدنا نطرد حد من هون إذن سيخسر وستكون الجولة الجولة اللي قام فيها هي عبارة عن مشهد لقيادة خائفة يسكنها الرعب غير متوازنة وتمارس الجريمة وأنا في اعتقادي أن هذا عبارة عن توجيه رسالة للعرب اللي بدهم ينشدوا التحالف معه بقول لهم ما في عندي مقدس أنتم أتباعي أنتم عبيد عندي مثل ما بقول أحد الحاخامات بقول يا عرب إحنا تعالوا أن أنتوا لازم تكونوا عبيد وإحنا بنعملكوا كويس يعني رايحين نتقفكم نطعمكم لأنه هذه التراء العربي لا بد من عقل يديره وهو العقل اليهودي يعني أستاذ عباس أفهم من هذا الكلام هي أكبر من زيارة انتخابية لنتنياهو بأبعاد هذه الزيارة لهذا العدوان بل هي عملية فرض لهذا المشروع التهويدي الإسرائيلي الصهيوني ورسالة للعرب انتخابية حيخسر يعني أنا بقول يعني انتخابيا أخطأ وحيخسر ولكن هي بالجوهر تنتزم مع الأيديولوجيا التي لا تقيم وزنا للعربي اللي بسع يكون عبيد عنده أو بقيادته لمواجهة إيران هذا شيء مهم بلاش إحنا نظل ساكتين وشايفين الغلط هذا اسمه استخفاف بكل صديق إله بكل من يقيم معه صلة فلسطينيا أو عربيا أو دوليا يعني فيه فيه بقول حرب دينية هل المجتمع الدولي مع حروب دينية إذن هذا اللي بده ينافقنا ويحكي عن قضيتنا علي أن يتوقف إذا هو حرب دينية شيء آخر إذا هو ضد لماذا تبقى إسرائيل فالتانا وترامب هذا اللي يعني أي معروف عنه أنه تاجر صفقات جبان بيقاتلش وبحاول يصنع الخوف وفي نهاية المطاف بده يهرب بأقل الخسابة سأعود إلى الدعم الأمريكي الواضح أستاذ عباس فضل لمن التحية أنا بوجه تحية الآن إلى من وقف اليوم يعرب عن غضبه سواء بحرق الصور لهذه القيادة الكريهة لنيتنياهو ومن رافقه سواء بمكبرات الصوت من المآدم سواء بالمواجهات على كل طول وعرض المكان اللي تيسر يصلوه رغم أن الكاميرات لم تصلهم لأنهم التهيين في المنطقة اللي أقفلت تماما ومنعت تجول فيها كيلو نص متر مربع وبالتالي أيضا بوجه نداء لأهل الخليل للمحافظة بأقاليمها الأربعة أدعوكم إلى النفير العام إلى أن تذهبوا بعيدا في الفعاليات النضالية لإسقاط نتنياهو وإشعار الإسرائيليين أنهم اقترفوا جريمة كما اقترفها شارون وأعتقد اللي بدافع عن الأقصى هم الخلائلة فكيف لا يدافعوا عن الحرم الإبراهيمي يعني بهذه النقطة جوابتني قبل أن أسأل أستاذ زاكي تحديدا لأنه الكل يسأل لماذا لم يتم لأنه بالحد الأدنى أجهاض هذه الزيارة بهذه التظاهرات وسعود إلى هذه النقطة ولكن اسمح لي بما قلته بالبداية تحديدا بأنها ليس فقط الهدف انتخابي بالنسبة لنتنياهو بل هو أيضا رسالة لكل من هو صديق فلسطيني أو عربي أو حتى إقليمي له ما رأيك بهذا الكلام أستاذ عبد الباريس صحيح أن الخليل أنجبت الشهداء لم تبخل أيضا بالدفاع عن عروبة هذه المدينة وهذه البلدة التاريخية وتصدوا بشجاعة يعني تاريخيا بالأربعة وتسعين وحتى ما جرى بالمجزرة مع ريال شرؤون بالألفين بالحرم القدسي الشريف ولكن ما يجرأ اليوم برأيك ما هو الأبعاد تداعيات وما الذي يريده نتنياهو ست وفاة تحية إلك وتحية أيضا للأشقاء أو لكل المشاهدين أيضا تحية خاصة للصديق العزيز أبو مشعل الأستاذ عباز زكي ابن الخليل البار وابن الفلسطيني البار يعني حقيقة نتنياهو لا يعرف أبطال الخليل لا يعرف شعب الخليل لا يعرف شعب الفلسطيني هذا رجل فعلا مثلما تفضل الأستاذ عباز زكي هذا رجل مضعور عندما يأتي بالجحافل بالبضرعات بالمئات من رجال الأمن بالمخابرات عندما يضع يعني ألواح من الزجاج المضاد للرصاص هذا رجل مرعوب حقيقة ويعرف أنه في قلب دائرة النار في فلسطين هذا الخليل مش لعبة هذا نقطة هذا رجل في حال سعار حقيقة هذا رجل يضرب في العراق يضرب في لبنان يرسل طائرات مسيرة أيضا يعني يستفز الفلسطينيين هذا رجل حقيقة يريد يعني أن يظهر بمظهر القوي يشعر بأنه يعني على وشك الهزيمة أو متجه نحو الهزيمة الانتخابية والهزيمة الإقليمية أيضا هذا هو يعني الآن عندما يرسل الأنظمة الدفاع الجوي إلى حدود لبنان عندما يدعي بأن حزب الله يعني يبلي مصنعا في البقاع للصواريخ الدقيقة عندما يتصرف بهذه الرعونة يعني هذا الرجل يعني فعلا فعلا في حالة انعدام وزن في حالة رعب في حالة خوف بالنسبة لزيارة الحرم الإبراهيمي زيارة الخليل خليل الرحمن المباركة في هذه الزيارة هو يريد أن يقول أنني قوي بالعكس ظهر في قمة الضعف الشعب الفلسطيني في الخليل وفي كل الأراضي المحتلة يعني الآن ينظر لهذا الكيام نظرة استخفاف يعني يعتقد بأنه حقيقة حقيقة على أبواب انتفاضة كبرى الخليل كانت دائما هي يعني المفرخ الحاضمة للأبطال للذين نفذوا عمليات بطولية ضد الاحتلال ومستطني الاحتلال هذا هو يعني أراد نتنياهو بهذه الزيارة أن يطمئن مستوطنين بأنهم في أمان هم ليسوا في أمان على الإطلاق فأنا في تقديري هذه الزيارة ربما تكون مقدمة أيضا لتقسيم القدس تقسيم الأقصى هذه الحقيقة يعني الآن نحن نسمع بأن دونالد ترامب ربما يكافئ نتنياهو بالموافقة على ضم بعض المناطق في الضفة الغربية يعني ربما تكون هذه عمليات الضم هي أحد الأركان الرئيسية لما يسمى بسطة القرن هذه هي الحقيقة فأنا بس أنا يعني ويسمح لي الأستاذ عبار زكي وأبو ماشعل الصليق يعني أنا أقول وين السلطة الفلسطينية الأخ أبو ماشعل اتحدث عن العرب طيب أوكي العرب نحن نعرف أنهم العرب هاملوا مطبعين ليس كلهم طبعا هاي اللي نحن نحن نحكي عنه خاصة في منطقة الخليل طيب لكن وين السلطة الفلسطينية هنا نسأل أستاذ عبد الباري يعني برغم أنه الحمد لله يعني كان هناك الإجماع الواضح الرفض الفلسطيني من قبل السلطة كان ببيانات أو حتى وزارة الخارجية وكذلك الفصائل الفلسطينية ولكن منذ عشرين عاما يعني الاقتحام لأريال شارون أشعل الانتفاضة لماذا اليوم هذا المشهد لم يتكرر تحديدا بخليل لم نشهد هذا الحشد لهذه التظاهرات على الأقل لإجهاض هذه الزيارة برأيك هي لأسباب أمنية هذه الثكنة العسكرية التي تحدث عنها أشار إله السيد زاكي أصبحت الخليل كثكنة عسكرية يمكن لعبت عاملا بعدم خروج هذه التظاهرات يا سيدتي السلطة طلعت بيان بأنه هذا اعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية وهذا عمل خطير طيب إيش عملتم إيش عملتم يا سلطة طيب إنتوا كنتوا تقولوا الكفاح المسلح خط أحمر بتناش كفاح مسلح إحنا مع المقاومة المدنية المقاومة السلمية طيب ليش ما حشدتوا في الخليل ليش ما نزلوا الناس يتظاهروا في الخليل ليش ما عطيتوا الدول أخضر عندكم 160 ألف موضف يأخذوا كل شهر معاشات طيب يطلعوا إذا يتظاهروا يوروا نتنياهو ويوروا الشعب الإسرائيلي ويوروا كل العالم بأنه فيه هناك انتفاضة ردة فعل فلسطينية على هذا الأدواء يعني أرى استغرب طيب إحنا نظر نطلع بيانات أوكي كنا ننتقد العرب لأنهم بدينه طيب إحنا صرنا زي العرب ندين ونقول والله هذا عمل خطير جدا طيب وبعدين يعني هذا الحرم الإبراهيمي وبعدين بكرة القدس يعني إذا إحنا سكتنا عن هذه الزيارة التهويدية للخليل وللحرم الإبراهيمي بكرة حنسكت عن تقسيم الأقصى زي ما قسبوا الحرم الإبراهيمي بكرة يتقسبوا المسجد الأقصى إذا ما فيش رد فعل حقيقي من هذه السلطة مهم جدا إيش دورها هذه السلطة إيش دورها إذا يا أخي مظاهر بتناشي يعملوا عمليات فدائية ولا جدا الأمل يا سيد وين اللجنة يشكلوها لوقف التنسيق الأمني وين سحب الاعتراف من سعيه وإلغاء يعني قبل دقائق أستاذ عبد الباري يقول سيد أبو مشعل أنه نداء بالخليل إلى النفير العام لماذا لم نسمع ذلك من السلطة أستاذ عباس زاكي وهل هذه دعوة فعلية إلى بالفعل التظاهر كما قال أستاذ عبد الباري إذا لم تكن بالفعل انطلاق أو اشتعال هذه الانتفاضة الحقيقية الفلسطينية وردت فعل فلسطينية طبيعية على هكذا عدوان نادر وتاريخي بالنسبة لرئيس وزراء أيضا إسرائيلي أنا واثق تماما أن ما قامت به حكومة إسرائيل اليوم وإجماع كل الأحزاب في إسرائيل التي سمحت اليوم لنتنياهو أن يدنس هذا الحرم وهذه الزيارة العبثية أنه سيدفع الثمن لأنه وضع القيادة الفلسطينية أمام خيارات صعبة وأعتقد أن القيادة الفلسطينية من الساعات الأولى وهي تنادي كل الذين يتحدثون أن إسرائيل دولة عادية أو كذا إلى التحرك وما قصرت في هذا ولكن وضعها أمام خيارات لابد لللزنة العليا التي شكلت من أجل تنفيذ قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني أن تظهر بسرعة ولابد أيضا من تغيير في النهج والأسلوب في التعامل مع هؤلاء الذين يعرفون جيدا أن هذا الشعب الفلسطيني هو شعب الشدة وغير قابل لرفع الأيدي والاستسلام وأنا في اعتقادي وبطمنكم أنه لم يعد عند السلطة مجال بترحيل الأزمة سواء بضغط دولي أو إقليمي لأنه وصلت الأمور إلى حد لا يطاق ولننظر بخير إلى الأيام القادمة أنا لما بوجه النفير العام لمحافظة تعداد 850 إلى 900 ألف نسمة أيضا بوجه نداء لكل المحافظات ولكل المدن الكبرى الخليل ما عكرت صفو أن يطرحوا برحيل هذا الاحتلال أن يكونوا الآن مع الخليل ولتبدأ معركة الشعب الفلسطيني من الخليل كي لا يجوز للإسرائيليين أن يستغلوا المسجد الأقصى والآن يشغلوا الخليل حتى يستفردوا بما تبقى من أرض من مقدسات من قدرات أنا أشوف أنه الآن يعني أفهم من هذا الكلام دعوة واضحة صريحة من قبالكم بحركة فتح إلى النفير العام أستاذ عباس زكي وللأسف نحن أمام حتى التعتيب الإعلامي لست أدافعي لأنني مذيعة في قناة الميادين ولكن الوحيدة الميادين التي بالفعل خصصت اليوم الهواء لهذا العدوان الذي أسميناه عدوان إسرائيلي على الخليل وعلى كل الأراضي الفلسطينية نحن نعرف جيدا هاي المكان التي تتمتع فيها في عقول وقلوب الأوفياء للقضية العربية والفلسطينية متجسدة بهذه القناة وأنا يعني أعرف تماما أن الفرس على الفارس هذا يعني غسان بن جود وكان ينزل عمليات وهو في الجزيرة مع دوريات لحزب الله واللي بضحب حاله لإبراز قضية استطاع الآن أن يبني هذه الإمبراطورية أو هذه الجمهورية التي تعبر عن الوجدان النظيف في هذه الأمة فشكرا لكم وشكرا لا شكر على واجب أستاذ عباس زكي هذا واجبنا أقل للواجب بالنسبة للقضية الفلسطينية وللخليل ولكم محدساتنا اسمعي لأن شكرتم لأزيدنكم بالدباس مباشر الأيام الجاية الأيام طويلة ونحن في نهاية المطاف المنتصرين هل نحن أمام خطوات جدية للانتقال الفعلي أستاذ عباس بما يسمى استراتيجية واضحة واحدة لجبهة تحرر وطني وهذا هو الخيار المقبل بالنسبة للسلطة الفلسطينية أو الخيار الوحيد شوفي واضح تماما واضح تماما أن غزة قيد التدمير والضفة قيد التهويد وأنا بقول لغزة أو للآخرين بقول لحماس أو للجهاد أو لكل الفصائل تعالوا لقاء لا غالب ولا مغلوب الكل جرب منك لحاله يطول الزير من البير وقف أنا رأيي أنا الأوان أن نغتنم الفرصة في الدفاع عن المصالح للشعب الفلسطيني وأنا سعيد اليوم أني ألقيت كلمة في تكتل الطلاب سواء مسلمين ولا ديمقراطيين انفتح حماس كله كانوا اليوم متجمعين تحت شعار الكتلة التاريخية ولديهم من الأفكار الواعدة لأن الثورة بدأت بناس على مقاعد الجامعة يعني ياسر عرفات ومجموعة وذول اتحاد طلاب واتحاد خريجين والآن اليوم سمعته والثقافة التي تتكرس واليوم التي سمعتناه من النداءات في الخليل وفي محافظات أخرى حكوا معي أنا الأوان يعني والدفاع عن الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى فرض عين مش فرض كفاية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله حتى لو كان أي دولة أي صديق بيقولنا استنوا شوي هذا بده يحرف نضالنا وبده نسلم بالوقاة الإسرائيلية والحل اللي بدهي أمريكا وإسرائيل حاشا لله وإحنا واثقين تماما أن القيادة الآن تدرس إمكانية المخرج من هالمأزق لأنها ليست مجاملة لأمريكا ولا لإسرائيل واضح تماما ولكن لا تنسى ابن خلدون شو قال الإنسان يتأثر بالمحيط بالجليس بالجغرافيا وإن شاء الله ابنتجاوز حتى نظرية ابن خلدون وبنعيد الاعتبار للي برهنه على أنه فيه سلام في هذا يعني للأسف أنه وصلت حتى الأمور وأنا بقول ليحيي نتنياهو هذه الأنظمة خصوصا بالأيام الماضية ما اسموه بالعدوان حزب الله على إسرائيل وصلت إلى هذه الدرجة ولكن لا يمكن إخراج هذه الخطوة من سياق الخطط العدوانية والعدائية التي يمارسها نتنياهو في المنطقة ما يجري بالعراق بسوريا وكذلك بلبنان وسنفتح النقاش بهذه النقطة بالتحديد ولكن أستاذ عبد الباري بتعليق على ما ذكره الأستاذ عباس ذكي قبل أن أنتقل إلى الملف الآخر بما نتحدث عنه عن توسيع هذا الإطار هذه الساحات المشتركة أو المفتوحة على بعضها البعض بالنسبة لمحور المقاومة برأيكم هل الآن أمام يعني خيار واحد السلطة الفلسطينية وليس الرهان بات على الحل السياسي التفلط من كل الاتفاقيات من أصله حتى الآن هذا هو الخيار الوحيد أمامه يعني الأستاذ عباس ذكي وأنا أعرف من سنوات من عقود حقيقة دائما يغرد خارج السر ودائما مع الجماهير ودائما مع المقاومين هذا لكن المشكلة مش مع الأستاذ عباس ذكي المشكلة مع صناع القرار في السلطة الفلسطينية هذه المشكلة إحنا نطالب حركة فتح هذه الحركة العظيمة اللي حملت النضار الفلسطيني حفظت على الهوية الفلسطينية على المشروع الوطني الفلسطيني وقدمت آلاف الشهداء يا أخي الآن يجب أن تتم التحرك الآن فلسطين كلها بتضيع يجب أن يكون بدناش نحكي عن اللي بيطبعوا ولا عن اللي بيباركوا للعدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى أشرف ظاهرة في هذه الأمة اللي باقومة في لبنان لا إحنا بدنا نحكي لا الأولا لشعب الفلسطيني هذه الحركة المراضلة يجب أن تتحرك يجب أن تقول لا حتى لكل الذين يحاولون أن يشوهوا صورتها سواء في السلطة أو في خارجها هذا المطلوب الآن يا أستاذ عباس مش المشكلة للجهاد وحماس يعني الجهاد وحماس بيقاتلوا بيقاتلوا من غزة وبتلقوا صوارير إحنا بدنا نصير تحرك في الضفة ويكون يصير مقام شعبية إحنا بس يصير فيه تحرك مش معقولة يعني يعني بنمر القدس اليوم الخليل بكرة القدس وبعدين زي ما اتضلت اللجنة عليا أي لجنة عليا يعني لماذا يستمر التنزيق الأمني حتى هذه اللحظة يعني إحنا ما فيش محركة تحرير في العالم نسقت أمنيا مع الاحتلال إلا إحنا فالآن هذا الوقت يعني هذا هو يعني لجب أن تتحرك السلطة إذا أرادت أن تسقط نتنياهو مشروع نتنياهو اللي هو مشروع الصفقة الكبرى عليها أن تتحرك وأن تجعل مسيرة هذا المغرور هذا المتكبر هذا العنصري أن تجعل مسيرته صعبة ولي لن يسقط نتنياهو إلا السلطة والشعب الفلسطيني لكن المشكلة يأتيش حركة ما في حركة على الإطلاق بيان زي الجامعة العربية زي مرضمة المؤتبر الإسلامي معقول إحنا الفلسطينيين نطلع بيانات نقوله هذا تطور خطير جدا والله يصح منه أي تطورة فيه أخطر منه هذا الخليل خليل الرحمن المباركة هذا الشعب العظيم 900 ألف إنسان مناضم كلهم مجاهدين كلهم مقاتلين كلهم شرفاء يعني تتقف لوحدها في واجه هذا النتنياهو وهذه الحشدات تقف في وجه المستوطني بلحالها ولا تجد أي دعم من السلطة يعني مأساة والله مأساة بكل معنى الكلمة طب أنا أسأل سؤال بدي أسألك يا أبو مشعل يعني طب ليش نتنياهو بزور الخليل والرئيس محمود عباس لا يزور الخليل لم يزور الخليل من 26 سنة من يوم ما أدعى الضبطة الغربية طب ليش ما يزورها الخليل ليش ما يزوروها يعني هذا السؤال أرجوك أسأل الرئيس عباس أنت بتعرفه قريب منه الحمد لله رعي أسألوا يا سيدي ليش ما زرت الخليل بدناش غزة يا سيدي غزة فيها حماس وفيها الجهال وفيها داعش طيب الخليل هاي خليل الرحمة يزورها يعني ليش نتنياهو يزورها وعباس ما يزورها طب أنت رئيس للشعب الفلسطيني كله تتفضل روح هاي شعبها هذول يعني ناس شرفاء ناس مناضلين ناس مجاهدين ناس يعني حقيقة قدموا أكثر يعني لمدينة الخليل من أكثر المدن الفلسطيني اللي قدمت شهداء يعني فتستحق زيارة طيب ليش ما يزورها الرئيس عباس ليش ما يصير ليش ما تطلع مظاهرات في رام الله وفي جليل وفي نابلس ومن فتح من شباب فتح يطلعوا يعني يتضامنا مع الخليل ودفاعا عنها لأنه إذا نحن بدنا نحافظ على هذه المدينة بدنا نحافظ على أرثنا فيها بدنا نحافظ على الحرم الإبراهيمي هذه خط الدفاع الأول عن القدس وعن المسجد الأقصى وعن قبة السخرة وعن كنيسة القيامة يعني هي أوراق كثيرة حسب ما ذكرت أستاذ عبد الباري أوراق كثيرة تمتلكها السلطة الفلسطينية يمكن القول لماذا أستاذ عباس زكي يعني أشار إلى نقطة واليوم أيضا أثيرت بصحيفة الرأي اليوم الإلكترونية حول لماذا لم يزور منذ 26 عاما إذا كان يريد نتنياهو كسب ذلك بميزان الخسارة والربح وتأييد القاعدة المتطرفة تحديدا والعنصرية الصهيونية واللعب على هذا الواتر بالمقابل ما الذي فعلته وزارة الخارجية الفلسطينية لماذا اكتفت فقط بالبيان أولا أنا بدي أطمن أخي عبد الباري باعتبارك فلسطيني حر طلبك كان الرئيس قد قرر مش بفكر قرر زيارة الخليل ونابلس كمحطتين عندما انطلق أيضا بزيارة الجلازون كمخيم سيزور مخيمات أخرى وانتهت سياسة بالفعل أن الرهان الأخير على هذه الجماهير والفعل أنا واتق تماما بأن رسالتك ستصل وستطمئن تشوفوا أنه إن شاء الله بزور الخليل وبزور نابلس وبزور المناطق الأخرى لكن القصة تكمن في الوضع الفلسطيني وغز ليس لا أنا بتالف رأيي إذا كان بالفعل أردنا مستقبل فلابد من تجاوز هذا الانقسام العار المخجل إحنا الآن كلنا رأسنا على المقصلة وتاريخنا مهدد ومستقبلنا مهدد شو بظل فأنا بقول لا غالب ولا مغلوب وحال أن تبدأ الأمور اجمع شعبنا كمان قوة ودائما على خير أنا بحكي اليوم شفت من تنظيم فتح المسؤول المباسر في المنطقة اعتقلوا من الصباح اللي هو مهند الجابري هلأ طلعوا قبل شوي من السجن وآمات خرواط كان في الحرم يعني الأمين السر الأعلى واحد زي ما شفت اليوم أنا أمين سر جهاد اللي هو في نابلس في جنسية بواجه بصدره في البارود يعني الأمر معطى أخ عبد الباري للشباب في حركة فتح كلهم في محافظته لحماية يعني الشعب والأرض والقدس أنت بيعرف المعارك خد معها لكن هذا كله عنده واحد حر جايك ما بيقبله بده أكثر أكثر أستاذ عباس بس أنا بقول كل شيء بطوح له نحن نعلم ونقدر نحن نعلم ونقدر يعني التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة الفلسطينية خصوصا يعني بهذه المرحلة الحساسة بالقضية الفلسطينية التي تواجه ما يسمى بصفقة القرن أفشلت يقال أنه منذ انطلاقها أفشلت وإن كان ترامب يقول بأنه سيعلن عنها دعما لنتنياهو بالقسم الثاني من هذا الشهر أيلول بعد الخمس عشر من سبتمبر وبعد السبع عشر ولكن هل تشعر السلطة بأنها وحيدة في ظل هذه الضغوط العربية بحقها والعمالة بعض الأنظمة والتطبيع مع إسرائيل بواجه السلطة الفلسطينية يعني لا أريد أنك تفسر في شهر أربعة شفته للرئيس أبو ماجل نعم قلت له كلمة الله هل تكفي قال لا قلنا شو رأيك نعمل شبكة أمانة عربية قال فورا وذهبنا إلى المغرب وذهبنا إلى أكثر من مكان واجتمعنا في بيروت في واحد واثنين حزيران واتفقنا على جبهة عربية مساندة ويوم سبعة سبعة كانت الوقفة الكبرى وعم نتحرك إحنا ما ممكن أن نظل محصورين بخيار واحد ولكن يجب أن نقدر بأن هذه الولايات المتحدة الآن بهيمنتها بديمغوجيتها بالوعود هنا وهناك بالخرائط التي حضروها وإن شاء الله كلها فاشلة ولا نسمح نحن لأي كان بتجاوزنا لأنه بنهاية المطاف إحنا صحاب القرار ونحن بالفعل الآن شاعرين بأنه بنؤدي واجبنا دون انتحار لكن بتمنى أنه الطريق الانتصار هو ترتيب البيت الفلسطيني نحن بصراحة ووضوح بجوز هاليومين ثلاث اتم دعوة إلنا لي يتحدث العمل بدل من التصريحات لأنه اليوم اتصالات كثير تمت معي وأنا بصراحة برضو ليس سرا أديع قلت لبعض الإخوان إذا ببدي الحال على هذا كما هو عليه أنا أدعو إما إلى قياد الطوارئ وإما إلى مؤتمر طارئ لتعود فتح كما كانت صحيح نحن نشغل دبلوماسية وسياسية لكن الميدان أيضا مهم والانتفاضات الشعبية كفيلة كما حدث سنة 87 وارتفعت راياتنا ورح عمل مدريد وحسب حساباتنا لا بنعود يعني عودة مشهد المقاومة الشعبية عودة مشهد المقاومة الشعبية أفهم من ذلك أستاذ عباس لا هي موجودة بس إيش هذه بدها سياسة اسمها يعني على الأقل الجمع الوطني نداء لما يصدر مش بصدر بنتخالفه حماس ولا الشعبية بدها نداء قاوم الأخ عبد البار خبير في هذه الأمور الوحدة والانسجام هو اللي يجي بالتكافل والتضامن والمحبة والناس بتشعر إنها شركاء لكن الآن أمام هذه المعضلة إنه المرض اللوثا لأصابة العرب من المحيط إلى الخليط سرعاتهم يعني في اليومين المقبلين ستدعونا إلى قيادة طارئة كما ذكرتم فقط لتوضيح هذه النقطة أستاذ عباس أنا أنا واحد بحكي يعني أنا بحكي وعندي زملاء كثير فأنا رأي أنا قلت في الاتصالات اليوم ضقنا ضرعا ونحن نرى هذه المهزلة إنه يا إما بنسوي قيادة طوارئ تأحمل على عاتقها كل شيء يا إما مؤتمر طارئ وهذا الأمر أصبح عند أي أخ من اللجنة المركزية الآن درجة من يعني التساؤلات اللي ماذا نفعل الآن الوضع خطير وأحنا بنقول إنه بدون شعبنا بدون فصائلنا بدون القوى الحية بدون الخارج كمان وضعنا صعب وبالخارج الآن هلاقتنا ما شاء الله منظومة الأحزاب العربية سواء القومية العربية أو القوم الإسلامي أو الأحزاب السياسية الثلاثة هدوث زائد التواصل مع البشور زائد يعني النقابات والاتحادات كلها وقفة واحدة معنا الآن وأعتقد الدول الآن معنا ومبارح بلد في مدينة في بريطانيا اعترفت بفلسطين فنحن خلينا متفائلين ونستعيد الميدان أما الوضع الدولي يا سلام مريح لا عارف إذا هذا التفاؤل ينسحب أيضا على الأستاذ عبد الباري ولكن اسمحوا لي أن أستاذ عبد الباري سأترك لك أيضا التعليق ولكن اسمحوا لي أن أذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لإستكمال المسائية ابقوا معنا مشاهدين الكلاه أهلا بكم من جديد إلى المسائية بملفها الثاني حيث حيث حولت إسرائيل عبر إرسال طائراتها المسيرة خرق قواعد الاشتباك مع حزب الله لكن رد الحزب جاء حاسما بتثبيت قواعد الاشتباك التي كانت قائمة وفرض قواعد جديدة في قاموس فجاء على رفض ديبوماسيا غربياً أيضاً أستاذ عبدالباري عطوان سأستأنف الحوار معك أستاذ عبدالباري هل يحاول نتنياهو بما جرى اليوم من عضوان على الخليل ترميم هذه الصورة بهذا السلوك الاستعراضي إذا يمكن القول وأيضاً هذا الاعتداء المتنقل الإسرائيلي يعني من العراق إلى سوريا وصولاً إلى لبنان وتغيير قواعد الاشتباك كيف يمكن قراءة هذا المشهد وهل هو بمأزق متشاعب يمكن القول نتنياهو يا سيد وفا لو نتنياهو انتصر في المواجهة الأخيرة مع حزب الله مع المؤاومة لما ذهب إلى الخليل يعني هذا ببساطة يعني هو لو كان منتصراً فعلاً ولو كان قوياً لو كان خرج من هذه المعركة كاسباً لما ذهب إلى الخليل باختصار شديد جداً يعني هذا الرجل مثل ما قلت في حالة سعار يعني عندما رد بحوالي مئة قضيفة على اللي هو كرد على استهداف حزب الله بصواريخ الكورنت العربة المدرعة الإسرائيلية أين وقعت هذه القضائب وقعت الخلاء يعني لو هو فعلاً رجل يريد أن يرد بكل معنى الكلمة لما أطلق هذه القضائب في الخلاء ولما الآن أرسل يعني مثل ما أكدت وكالات الأنباء أنه الآن منظومات الدفاع الإسرائيلية تعززت على طول الخدود اللبنانية وهناك محاولات أيضاً للإحاء بأنه في مصنع للصواريخ الدقيقة أقيمة في منطقة البقاع وأنه هذا يشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي ويشكل خطراً على الوجود الإسرائيلي وجود دولة إسرائيل نفسها فأنا في تقديري حتى هذه الضربات المسرحية ضد الحجد الشعبي وفي سوريا وفي لبنان يعني ماذا أنت هل أثرت هذه الضربات 227 ضربة في سوريا هل أثرت على الخريطة القتالية في سوريا هل أثرت على انتصارات الجيش السوري واستعادته لمعظم الأراضي السورية هل أثرت على قوة إيران لليوم أعلى دخول المرحلة الثالثة من التخصيب والتي تكثيف أجهزة التخصيب المركزي هذا كله يؤكد بأن كل محاولات نتنياهو فاشلة وكلها عبارة عن حركات مصرحية هذه الحقيقة المقاومة الآن أكثر هل هو رد إسرائيلي بالنسبة لنتنياهو أم رد الحلف الأمريكي الإسرائيلي حتى السعودي على إنجازات هذا المحور بأكمله ومحاولة لخلط الأوراق يمكن القول أستاذ عبد الباري يا سيدتي أنا أقول صديقي أبو مشعل أستاذ عباس زكي يا أخي إحنا ليش حصرين العرب كلها في السعودية وفي السويد والخارجية يا أخي قديش بمثل بالعرب إحنا عندنا مخزون عربي ضخم جدا هذا المخزون في المغرب العربي في الجزائر في تونس في موريتانيا في ليبيا في مصر في السودان مخزون عربي ضخم جدا في سوريا في العراق هذه هي شعوب العربية التي يجب أن نراهن عليها وهذه الشعوب هي مع محور المقاومة هذه الشعوب هي ضد هذه العربة الأمريكية وضد هذه العربة الإسرائيلية نتنياهو مدعوم من أمريكا لكن ماذا يفيد هذا الدعم الأمريكي ماذا سيفعل فيه هذا الدعم الأمريكي إذا قامت الحرب يعني إذا كان السيد حسن نصر الله يقول بأنه لدينا ما يكفي من الصواريخ الدقيقة وأن الإسرائيل تتحدث عن مصانع لهذه الصواريخ الدقيقة وشاهدنا صواريخ الكورنت على التلفزيون على شيء مسجلة بكل ثواني أن تستهدف عربة مدرعة إسرائيلية وتحطمها هذا يعني بأن هذا المحور يملك أجهزة دقيقة إحنا وين كنا نشوف هذه الصواريخ تدمر أهداف على الأرض كنا نشوفه عند أمريكا فقط كنا نشوفه عند أمريكا في حرب الخليج في حرب العراق الأولى وحرب العراق الثانية طب هذا ألا يستحق هذا الأمر التنويق يعني إحنا مش المشكلة الجندي قتل أو اثنين أو ثلاثة أو أصيبه المشكلة هذا السلاح الجديد سواء يعني استخدموا أو استخدمته حركة الجهاد الإسلامي في غزة واستخدمته حركة حماس من غزة ضد أهداف إسرائيلية في العمق الفلسطيني المحتل والآن الحزب الله يرينا على الشاشة أن هذا الصوريخ الكورنت تطلق وتصيل والتصويرها يعني كمان عملية الدقة بالتصوير نحن أمام أمام تطور مهم جدا يعني بمعنى أنهم حاولوا هؤلاء أنهم يفارقون طائفية يمزقون يفتتوا سوريا يفتتوا العرق فشلوا هذا نتنياهو يقوم بحركات استعراضية وحقيقة مضحكة هو يريد أن يفوز في هذه الانتخابات لأنه جزء من مشروع أمريكي ولذلك كان ملفتا هذه المرة أستاذ عبد الباري يعني هذا الصمت الغربي الأمريكي بعد رد حزب الله يعني السيد قال الأمر ليس فقط رد اعتبار بل يرتبط بتثبيت معادلات وقواعد الاشتباك يعني حتى أدى الاعتداء على الضاحية إلى إسقاط القرار الأممي أستاذ عباس إلى أي مدى هذا التطور الأخير أتحدث عن مقاومة كاملة ليس فقط مقاومة لبنانية أو المقاومة في سوريا أو في العراق أو حتى فلسطين بل محور بأكمله إلى أي مدى سيرخي بضلاله على القضية الفلسطينية على ما تمر به من مرحلة حساسة بصفقة القرن إن كان بالتقسيم الزماني والمكاني وعلى الصراع العربي الأسرائيلي بأكمله يمكن القول يعني نحن نرى بأنه تهديدات نتنياهو لإيران لسوريا لحزب الله يعني باللخص تمخض الجمال فولده فأرا كانت عشر أيام عصيبة تركوا الحدود صابتهم قشعريرة تساؤلات كبيرة وما صدقوا إنها تصير هالعملية يوم الأحد من شأن يرتاحوا وطمنوا شعبهم إنهم بخير فالوضع واضح تماما إنه إذا ما تغلب محور المقاومة فهو النصر الحقيقي للقضية الفلسطينية وقد يعيد ترتيب الأوراق العربية هذه البلاء يعني من المحيط إلى الخليج ثراء كبير سواء في الشعب في ما تكتنزه الأرض في التاريخ في اللغة في التقارير يعني لا تعولون على الأنظمة أستاذ عباس خصوصا بعد الموقف الأخيرة للإمارات والبحرين اسمحي لي إحنا شو بنقول دائما اللهم اللهم احمني من أهلي من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم إحنا بظرف لن نعطي أحد رخصة أن يذهب مع إسرائيل سنلاحق العيار لباب الدار لما أقد القمة في الظهران سموها قمة القدس إحنا راضيين ثمان نقاط بن طالب بالتنفيذ بن طالب يكونوا عند التزاماتهم لكن ما بنقدر نوزع عليهم هلأ هويات إحنا لكن التاريخ لا يرحم وإحنا عنا إشي كبير يعني بيحكي عننا القدس من تكون بوصلته نحو القدس هو المنتصر ومن يدير بوصلته باتجاه آخر مهما ملك إلى مزبلة التاريخ إحنا عنا الله سبحانه وتعالى أعطانا بوابة الأرض إلى السماء وأعطانا مصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورفع السيد المسيح وبالتالي أي مسلم أي مسيحي مش معنا نشكه حتى يعني بنسأله عن ديانت ونقصح حتى الآن يكملها وبنقول العرب بقوله قضيته من المركزية وأنا بقول والله والله إذا انهارت القلعة الفلسطينية ما بضل عاصمة عربية يعني بميزان القوة من يمتلك القوة أستاذ من خلال الرد الأخير لحزب الله من يمتلك القوة يردع إسرائيل بقواعد الاشتباك هذا بات واضحا برأيكم هل استباحت إسرائيل هذه المقدسات وهذا العدوان إن كان على سوريا والعراق واللبنان وفلسطين وغزة والضفة وأراضي الثمانية والأربعين لو لا هذا التواطئ برأيكم العربي يعني هي كانت الضوء الأخضر أكثر من الأمريكي أو الغربي يعني لا تخليني محامي شيطان يعني ثلاثمائة وثمانين مليون عربي لو فعلا قضيتهم المركزية وكانوا على قد حالهم ما بصير فينا هيك 72 عام والآن كمان بتشاطروا علينا وبيدينونا وبطالبونا ننتحر إحنا ما بدنا ولكن المسلك تبعنا إحنا الفلسطينيين يجب أن يكون أنه في نضال طويل ومراحل وبعدين إن شاء الله الناس بترتد من أمريكا إلى صالحنا ما بنزعل ولا بنحاسب الناس لأنه الله في الأخير بقول شو معنى القدس كما ذكرت أستاذ عباس التاريخ لا يرحم يعني أفشلت صفحة القرن لأنه لا يوجد فلسطيني يريد التوقيع عليها وحتى لو وافقت كل هذه الأنظمة بسؤال أخير لك أستاذ عبدالباري كان لافت جدا هذا الصمت الغربي لأمريكي المطلق بعد الرد لحزب الله عكس الإدنات الصراخ التهويل الذي كنا نسمع به بالسابق ما مرده برأيك؟ أنا في تقديري أمريكا الآن مزومة أمريكا في حالة أزمة أمريكا لا تزيد يعني في حالة أزمة مع إيران أن تعود إيران للتخصيب بمعدلات عالية جدا وأن تزيد معدلات أجهزة الطرد المركزي الذي يخص باليورانيوم وأن يرفض السيد روحاني اللقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي على هام اجتماعات الجمعية العامة للممتحدة هذا فجل أمريكي أمريكا الآن حقيقة تهزم أمريكا حتى طالبان تهزم أمامها وتريد الانسحاب بأي شكل وبدون حتى تقديم أي شيء الآن قواعد الاجتفاق تبتت الآن المعادلات ثبتت الآن هناك رد هناك محور مقاومة ولا أتمنى على الصديق عباس زكي أن يكون الشعب الفلسطيني مع محور المقاومة إيش أعطان المحور الآخر أعطانا صفقة القرن النقطة الأخرى أنه إحنا صحيح هناك شعوب هناك دول المطابحة مطبعة لكن شعوب حتى شعوب الخليج حقيقة أنا أقابلهم هنا في لندن وفي أماكن كثيرة هم معنا هم مع قضية فلسطين علينا أن لا نشوف في ذلك على نطلق هم مع المقاومة هم مع محور المقاومة دائما التعويل على نضال هذه الشعوب والإيمان بهذه المقضية الفلسطينية أشكرك جزيلا الشكر للأسف انتهت المسائية أستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة الرأي اليوم الإلكترونية كنت معنا من لندن الشكر موصول لك أستاذ عباس زكي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح كنت معنا من رام الله وبتأكيد مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية وكذلك مواقع الميادين أو صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي المسائية أو المسائية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة